بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة منشارككم مع بعض باذن الله تجربة زراعة البنجر الاحمر تحت نظام الري بالطنقيد زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن البنجر من مميزاته طبعا نتكلم على الفوائد الصحية بتاعته من مزايزات البنجر الاحمر او اي انواع حتى من انواع البنجر انه هو اولا بيجود في الاراضي اللي الى حد ما رضيئة بيتحمل الى حد ما الاملاح سواء كانت الاملاح الارضية او حتى الميا اللي هي يعني مش ملوحة عالية ولكن الى حد ما فيها املاح نبات كويس جدا فوائد الصحية طبعا بنذكرها في الاخر ولكن احنا متكلم على فنيات الزراعة بتاعته معاد الزراعة اه بيكون يعني ده هو البنجر رمز روع من حوالي اه خمسين او خمسة وخمسين يوم يعني دخل فيه شهرين تمام او بالظبط شهرين سبعين يوم بيتحصد اه طبعا الجزء الاقتصادي منه او اللي احنا بناخده او اللي بنستخدمه هو الجزور لا ورق ما بنستخدمه او ان كانت اه في المزارع كبيرة بتستخدموها كعلاف حيواني اه اه غني جدا بالعناصر الغذائية ولكن الانسان بيستهلك منه الجزء الاقتصادي منه اللي هو الجزور زي ما حضراتكم شايفين كده هو تمام المسافات الزراعة اه تحت الري بالتنقيط على حسب النقطات اللي هي موجودة عندك يعني انا افضل ان البنجر السكر يتزرع على مسافات اه التنقيط او النقطات تكون على مسافات عشرين سنطي بين النقطات والاخر ويكون فيه حوالي سبعين او خمسة وسبعين سنطي بين الخط والتاني فيه التخطيط اللي احنا عملين دهوات هي المصطبة اساسا يعني اللي فوقها بالزبط حوالي سبعين او تمانين سنطي عرض المصطبة من فوق لو خدت من بطنية الخط للبطنية التانية هتلاقي المصطبة بمجتملاتها الخطين بتوعها يعني تمام هتلاقيها في حدود مية واربعين سنطي تمام او مية وخمسين سنطي ويزرع على المصطبة من فوق او ممكن يتزرع على خط مفرد او مصطبة خطين مجوز جنبه بعض تمام الايا كانت طريقة الزراعة المهم يكون ما بين النبات والاخر يكون بينه وبين بعضه لا يقل عن عشر سنطي باي حال من الاحوال ولو كان فيه ما بين النبات والاخر خمساشر سنطي يكون افضل تمام الافضل ان انا ازرع على التنقيت خط التنقيت اللي يكون عشرين سنطي ما بين النبات ما بين النقاط والاخر يعني النقاط على الهوز نفسه او الخرطوم بتاع الري يكون اه يكون عشرين سنطي ما بين النقاط والاخر وممكن نزرع اتنين او تلت اه نباتات جنب النقاط تمام على شكل رجل الغراب كده او شكل المسلس تمام ممكن تزيد لو عندك الارد كويسة ونزرع اربع نقاطات اه اربع نباتات على النقاط العشرين سنطي تمام لما بنزرع الاربع نقاطات اه الاربع نباتات طبعا بنزرع شي نبات بيزرع بيزرع طبعا الزراعة بتاعته بتكون بالبزور تمام في ناس بتعمل الشترات ولكن انا ضد الشترات اطلاقا يعني هو بزور عشان تراح نفسك اه البزور بنزرع بزور بنزرع بزريتين ولما بيبدأ النبات يبصل ليه اه خمسة او ستة سنطي بنبدأ اه نشيل منه او عموما لما نحس ان النبات عندنا اه ابتدى اه يعد مرحلة الخطر ان هو تسخوط البديرات او كده اه او زبول البديرات اه بنبدأ اه وحسنا النبات اصبح كويس بنبدأ نخف ونسيب ما بين النبات والاخر حوالي اه من عشرة لي اه لخمسة اشر سنطي تمام طيب اه بعد كده هو تجماعة الخير اه طبعا اه بعد ما بين الانبات بتاعه طبعا اه معاد الزراعة اه بيتزرع في شهر اثنين زي ما قلنا في فبراير وممكن يتزرع في شهر تسعة وعشرة المهم وقت الانبات يا جماعة يكون الجو الى حد ما درجة الحرارة فوق العشرين تمام درجة الحرارة تحت العشرين او توصل لخمستاشر الانبات بتاعه بطول شوية تمام فعشان كده وقت الانبات يكون اه درجة الحرارة فوق العشرين اه درجة مئوية تمام اه بعد كده هو بنيجي على قصة التسميد في البنجر البنجر مش محتاج تسميد كتير هو في الاول بندينه دفعة او دفعتين يوريا ستة واربعين في المية كجرعة نشاطية بس تمام بعد ما بنحس ان الاوراق الحقيقية بتدت تطلع والنبات بقى كويس بنحط يوريا مع اه حمض فوسفوريك او اي حاجة اه فيها عالي فوسفور تمام اه بنحط الجرعتين ده همت ولو عندي بعد كده ممكن نحط جرعتين او تلاتة عبارة عن نطرات نشادر تمام ما تكلفش كتير هو اه يعني ما شاء الله مش محتاج التغذية الاوي يعني تمام فا اه ما تكلفش نفسك كتير علشان اه يكون فيه الى حد ما اه هامش ربح تمام اه بعد كده هوت اه بدايتا بقى ما بتبدأ الضرانات الصب او انتفاخ الضرانات او تطور الضرانات تحت بنبدأ نحط بوتاسيوم اه لو ما عندكش المقدرة انك تجيب بوتاسيوم اه ممكن ترش شوية نطرات بوتاسيوم او بوتاسيوم سائل هيقدب الغرض يعني والدنيا تبقى معك كويسة ان شاء الله باذن الله تعالى تمام اه دي كل القصة اللي موجودة في موضوع بنجر السكر تعالى بقى على الامراض اللي ممكن تصيبه اهم شيء الدودة القارضة تمام لان الدودة القارضة بتنزل في الغند بتاع الورق اللي انت شايفه ده فاغماد الاورق دهيت وبتنزل تحت ممكن تعمل لنا مشاكل للجزء الاقتصادي منه واللي هو الدرانة او الرأس بتاعت بنجر اللحمر ده هو تمام وبالتالي هتبقى فيها مشكلة بتدخل الدودة في الغمد ده هو تمام انت ممكن ما تشوفهاش ولكن لو ركزت كويس وفتحت غمد الاورق ده هو هتلاقيها موجودة في منطقة اتصال رأس او الدرانة دهية بالمجموع الخضر تمام تلاقيها بتطلع دايما هتلاقيه لها اكل طبعا وهتلاقي مكان البراز بتاعها هتلاقيه واضح وتلاقيها طبعا بتطلع بتاكل بالليل وبالنهار بتختيفه خالص اهم حاجة انك ترشها رشها ايه شوية افانت مع السايباميسرين ولا حاجة تخلي لك امورك كويسة جدا ممكن تحتاج رشتين او تلاتة لو انت زارع داخل عشتة رشتين او تلاتة فطري لانه هو بصاب بالامراض الفطرية على رأسات تبقع السيركسبوري والبياض الدقيقي بيجي له برده فعشان كده تحاول ترش وقائي للبياض الدقيقي غير كده البنجر او المنجر الاحمر ما فيهوش اي حاجة اطلاقا واموره كويسة جدا قناة الجزيرة كانت عاملة سبع اسباب تدعوك لتناول الشمندر يوميا اول حاجة ان الشمندر رهوت بيؤدي الى خفض ضغط الدم من الناس لالضغط بتاعها عالي فبتشربه تاني حاجة الحد من خطر الاصابة بامراض القلب طبعا ده اللاقلين الكلام ده هوت مجلات عملمية وهم مذكرينها ولكن احنا بنتناول حتة الفنيات بس بعد كده تعزيز القدرة على التحمل معرفش ليه يعني تعمل النطرات الموجودة في الشمندر على تعزيز القدرة على التحمل وقد اكدت الدراسات التي اجريت مع رياضيين على هذا التأثير الايجابي ماشي عمي شكرا وبعد كده بيقولك بيحسن وظائف المخ وكد بيلك يساعد اكسيدينتريك على توسعة الاوعية الدموية الموجودة كذلك بالمخ طبعا طالما القصة دخلة في ضغط الدم فاكيد الاوعية كلها هيبقى لها ظروف كويسة بعد كده بيقولك دعم وظائف الكبد يمكن ان يساعد تناول الشمندر يومين على تقليل ترقم الدهون في الكبد طب يا سيدي متشكرين جدا وهذا بسبب وده بسبب ان موجود فيه حاجة اسمه البتين والبتين ده هوت بيعزز وظائف الكبد ويقلل ايضا من نسبة الكوليسترول المساعدة في علاج الامراض المزمنة لانه بيحتوي من الاخر على مضادات الاكسيد اللي هو الانتي اكسيدينت او بعد كده بيساعد على عملية الهضم ودي قصة كل قصة الشمندر او الونجر الاحمر بشكر حضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته